اهلا مرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث العراقي يعني ربما من 21 سنة لحد الان وما اكثر اكثر عبارة ترددت على سنة السياسيين والاعلاميين التابعين الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق منذ عام 2003 لحد الان هي عبارة او كلمة الديمقراطية وكلمة الحرية طبعا الاستقلال والسيادة هذه وياها لازم مكملات لكن فيما يخص الديمقراطية والحرية المفهوم ملتبس عندهم او هم يعرفون هو المفهوم شنو لكن هم يريدون ان يصدروا لنا مفهوما جديدا عن الديمقراطية والحرية علينا ان نقبله وان نتعايش معه ويكون جزءا من حياتنا وثقافتنا اليومية وثقافتنا المجتمعية اتحدث عن هذا الموضوع لان كثير منكم كلكم كل العراقيين الذين يعني مشاهدون قنوات الفضائية مشاهدون برامج كثيرة هي برامج وقال انها سياسية وحوارات سياسية لكن فيها من السباب والشتم الكثير بها من الالفاظ الخادشة لكل حياء الكثير وعندما تحدث معهم يقولون لك هذه الديمقراطية والحرية وكأن الديمقراطية والحرية ان تشتم اكثر ان تسب اكثر ان تعرف كيف تسب وتشتم والاخر يسبك وعشتمك وهذه الحرية وفعلا هم يعني يفهمون او يريدون ان يصدروا هكذا يريدون ان يجعلوا ثقافتني بهذا الشكل لانه هذه العامري ايضا قالها قال انه احنا ما عدنا ديمقراطية ما الكل يسبون ويشتمون على الحكومة واحنا مكوش ما نسوي لهم يعني هذه الديمقراطية مفهوم الديمقراطية عندهم هو سب وشتم ليس اكثر هذا هذا كل المفهوم يريدون ان يقولون ان هذه هي الديمقراطية وهذه هي الحرية في عام 1956 عندما ظهر التلفزيون في العراق وكان اول تلفزيون في الوطن العربي ربما في شرق الاوسط يفتح محطة التلفزيون وشاهدوا اهل العراق كثير من العوائل عندما ظهر المذيع على الشاشة كثير من النساء اللي موجدات في بيوت البغدادية وبيوت العراقية في كل مكان مدن اتغشنت يعني لبسة عباتها ولبسة كذا يعني تتعتقد انه هال المذيع يشوفها الناس يعني رؤيتها على محدودية وكان هذا الشيء جديد في حياتهم يدخل الى حياتهم شاشة وتلفزيون وشخص يتحدث هكذا هو جزء الحياة هذا جزء من حياء العراقي مجتمع العراقي مجتمع بحياء باحترام بكثير كثير من القيم الطيبة بيدين باحترام للآخر باحترام للجار احترام للألفاظ الديمقراطية منهج حياة الديمقراطية نعم مطلوبة ان تقول لي رأيك واقول رأيي لكن بحدود واطار اطار اخلاقي وديني وصائب وما بيخدش وما بي تجريح وما بي تنمر هذا هو الرأيي احترمه واسمعه وارد عليك بمثله لكن ان نشتم واحد اللاخ ونعتبره هذا ديمقراطية المصيبة في نهاية التسعينات ظهرت احت المحطات الفضائية وجاءنا هاي الاتصالات تطور الملاتصالات بشكل كبير جدا جدا ووصلتنا يعني محطات فضائية لأول مرة مشاهدنا واحد من البرامج وكان يشكل عندنا حالة غريبة ان اثنين يجلسون ومذيع معهم ويعني الحوار ما لهم قد يأخذهم الى الشتائم والى يعني يقوم احدهم بضرب الآخر وكنا نستغرب بعض المحطات وكثير من المحطات الفضائية اعتقدت ان هذا هو الشكل الصحيح لانه عدد المشاهدين كثير جدا جدا فاعتقدوا ان هذا هو الشكل الصحيح للحوارات وهذا هو هذا القابلية لذلك قبل ايام كان احد المعارف يسألني يقول لي هل تعرف فلانة لا لا اعرفها فاستغربوا كيف لا تعرفها وانت اعلامي من عشرات السنين واجبته يعني هل مفروضة اعرفها لان انا اعلامي من تكون هل هي عالمة شخصية عراقية محينة هل هي ام متميزة في المجتمع العراقي هل هي حققت شيئا هل هي طبيبة معروفة محامية معروفة مهندسة معروفة يعني اي شيء معروف مدرسة معروفة عفوا استاذة جامعة معروفة وضعت منهج للدراسة معروف اكتشفت نظرية اي شيء اخر فاستهزئة او ضحكة من هذا الموضوع قال لا انها يعني مقدمة برامج وعندما سألته ما ميزة هل هي تجعلك يعني تستغرب انه لا يعرفها قال هي يعني تستفز الضيوف ضيوفها ويتشاتمون فيما بينهم وهي بكل رباطة جعش تستطيع ان تدير هذا الشتام والسباب بينهم وتنهي البرنامج وتكمل البرنامج وتنهيه بشكل طبيعي هي متميزة لاحظوا حتى معايير التمييز صارت بهذا المنطق لذلك هناك تشويه كثير مع الاسف الشديد لشخصية المرأة العراقية هذه المرأة الرائعة هذه البنت والام والزوجة والاخت والصديقة والرفيقة والموظفة هذه الرائعة جدا هذه النخلة اللي تطرح اطير التمور اطيب الثمرات هذه اللي جابت كل هذا المجتمع وتحملت كل الضيان في كل الظروف الآن النماذج اللي اطرحوها مقدمة تستطيع ان يعني تستفز الاخرين ويشتمون بعضهم وهي ما ادري شنو فاشنستة هذه لا تمثل المرأة العراقية المرأة العراقية مرأة معطاء مهندسة وطبيبة وعالمة واستاذة ومعلمة ومربية وام بيت وام واخت وابت هذه هذه المرأة هذه الخجولة الطيبة الرائعة هذه هذه المرأة لا تجيبوا انها هذه النماذج هذا المجتمع عندما تخربوه تكلمونا انها الديمقراطية وهي حرية والشتام والسباب والألفاظ البذيئة والألفاظ الخادشة للحياة هي الديمقراطية الحرية لا حرية ولا الديمقراطية مريتها ما حد يريد من العراقين هذا يتعلمون هذه ثقافة شاذة وغريبة تبثوها للمجتمع بطريقة غريبة عجيبة وتقبلوها لماذا هذه النماذج يعني يعني ما كنا نشوف التلفزيون كنا نشوف الدوائر وكنا نشوف كل شيء ما لا علاقة بنظام سابق ويتركون من هذا الكلام بعد 21 سنة اللي يتحدث بهذه اللغة هذا مو بس جاهل هذا مغرض هو مؤذي وعديم العقل والإحساس بعد 20 سنة الحديث مو هذا الشكل لكن هكذا كانت الحياة كانت مهندسة وكانت طبيبة وكانت عالمة وكانت أستاذة وكانت معلمة وكانت موظفة وكانت الدير بيت وبظروف الحصار كانت مع زوجها وكل شيء وربة أجيال هذه هي المرأة أما بهذا الشكل وهذه البيوت وهذا المجتمع كان هكذا لا تسمع منه حتى 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 الناس اللي اللي أخلاقهم فاد مرة عندما يخرجون إلى الشارع ويرون النساء ويرون أحد لا يتلفظون بألفاظ بذية لا أحد يسمع اللفظ البذية يعني إذنك ما تخدش بهذا لا يتلفزيون بهذه الطريقة وتعتبروها حرية وديمقراطية يعني كل شيء خارج 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 السياقات وشهد هو هذا الديمقراطية وهذه الحرية التي يجب أن نتحدث بها ونقبلها كل حوار بشيء واحد يجتمل هو هذا الحوار الصحيح وهو هذا الحوار الديمقراطي والحر مع الأسف الشديد إذا كنا نفهم الأمور بهذا الشكل مع الأسف يعني لكن هناك من يريد مريد لنا أن يكون فهمنا بهذا الشكل أن يكون إطار فهمنا هذا وتكون ثقافتنا هي هذه لذلك تجد في هذه القنوات وجوه قبيحة وجوه وألسنة حادة تشتم وتسب وتقول كلام يعني لا يمكن قبوله وتحدث تحت إطار الحرية اسمح لي بحريتي والديمقراطية التي تسمح لي بها وذلك المقدمة والمقدمة يقولها وتقولها نعم من من ديمقراطيتنا أن نسمح لك أن تقول كل شيء ما هذا ما هذا الفراء وهذه الديمقراطية والحرية ما على الأسف الشديد هذا الوضع جزء من من منظومة كاملة شاذة يراد لها أن تكون ثقافة عراقية ومهما أحاول لن تكون ثقافة عراقية لأن البيت العراقي يبقى بيت عراقي وهذه النماذج التي يقدموها مهما كانت هي لا تمثل للمرأة ولا الرجل ولا المجتمع ولا الحياة ولا تمثل العائلة العراقية وهذا الكلام البذيء والشاذ لا يمثل لغة العراقيين ولا يمثل ثقافتهم ولا دينهم ولا أخلاقهم ولا طبيعتهم وهذا ما لا علاقة لب سنة ولا بشيعة ولا بكرد ولا بعرب هذا العلاقة بعراق تربى هكذا ولا علاقة بنظام ملكي وجمهوري وسابق ولاحق أبدا بهذه التربية الجميلة الرائعة بهذا المجتمع اللي يقاوم كل هذه الظروف وما زال يقاوم وهذا العشرين سنة من الفساد والشذوذ وغير بلد كان وقع وغير مجتمع كان وقع ومع كل الإجرام وكل المخدرات وكل القتل وكل السلاح وكل الميليشيات وكل الألفاظ البديئة ما زال المجتمع يقاوم تحية لهذا المجتمع تحية للناس العراقين الشرفاء اللي هم يشكلون الغالبية العظمة أشكركم جدا وألتقيكم في حلقة أخرى وقت هذه الحلقة قد انتهى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة